النهاردة طبعا كان مران نادي أدى مالك بقيادة طبعا جروس كل اللاعبين انتظموا في المران علاء الحقيقة كان عنده إصابة في رأسه بعد مباراة نيجيريا حط ضماضة أو يعني رباط خاص على رأسه ولمحمود علاء طبعا وأدى تدريباته بشكل طبيعي جدا طارق حامد النهاردة ما دخلش ضمن التدريبات العامة ولكن أدى تدريبات أهلية في الجيملة طبعا هناك بعض الإجاد أكيد بعد مباراة نيجيريا الصناء الدولي فرجاني ساسي لعب التونسي طبعا الكبير والمغربي خالد بطيب كانوا أيضا موجودين في التدريبات بعدما رجعوا من المشاركة مع منتخبات بلدهم في فترة التوقف الدولي نفس الأمر لعمر صلاح ومحمد عبد السلام انتظموا في التدريبات بعدما رجعوا من مباريات المنتخب الأولمبي حازم إمام اشترك في التدريبات بعدما حصل على راحة مبارح بكرا إن شاء الله جميع اللاعبين هيتدربوا تدريب صباحي في نادي الزمالك وهيصلوا الجمعة في نادي الزمالك وبعدين هياخدوا البص ويتوكلوا على الله إلى برج العرب الفندق هناك معسكر مغلق هيتدربوا الجمعة بعد الظهر وهيتدربوا السبت التدريب الأخير بيبقى عبارة عن فك وبعض اللمسات الأخيرة من الكوتش على خطة اللاعب ويتوكلوا على الله طبعا يوم السبت على المباراة زي ما بقول لحضراتكم الزمالك بيسعى بقوة في هذه المباراة إلى تأكيد صدرته للدوري والفوز بالثلاثة نقاط وعتلاء القمة بخمس نقاط النهاردة أمير مرتضى المشرف على قطاع الكورة وجه رسالة للجماهير قال لهم ثقوا فينا وفي مجلس الإدارة واللاعبين وقال احنا مصرين على كشف كل ما يصار حولنا في لحظة هذا الموسم تعهدنا قال لا نبخل بأي شيء على الجمهور لتحقيق كل الألقاب قطع نشوت كبير بنركز على الدوري والكاس والكونفدرالية لتحقيق الألقاب التلات وبعدين اتكلم بشكل عام على كهرباء وقال إنه هو إضافة لأي مكان يتواجد فيه وهو شخص طيب قبل أن يكون لاعبا موهوبا